السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المطبخ بيلها انا مع مونة هقدم لكم النهاردة طريقة كاسات الكنافة بالمنجة والكريمة حاجة كده بقى بطريقة سهلة وجميلة ولزيزة الطريقة دي يعني الكنافة اللي هي على البارد مش على السخر يعني كنافة جميلة جدا 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 حاجة بقى من الاخر تشرفك قدام اهلك وضيوفك تعالوا معايا نشوف المقادير بتاعتنا والطريقة لتحضير المرحلة الاولى طبعا هيكون معايا الكنافة نص كيلو من الكنافة او اقل شوية فرستها وكسرتها كويس اوي بسهولة ان كنت اتكسريها ومعايا تلت كوباية من السكر ومعايا ربع كوباية من الزبدة او السمنة المتاحة عندك شايفين بقى الكنافة عاملة ازاي متكسرة ازاي انا عايزها كده هحط بقى الزبدة او السمنة وهحط كمان للسكر وقلبها كويس او تقدر انك انت تفركيها باديكي المهم ان هي الكنافة تشرب السمنة والسكر هدخلها على فرن على درجة حرورة 200 وكل عشر دقايق او اقل هتطلعيها تفككيها وتقلبيها في بعضها كده علشان كلها تبقى يعني لون احمر متساوية يعني ما يبقاش حطة بيضة وحطة حمر هتفضل في الفرن حوالي نص ساعة هنا للكريمة كوباية كريمة ومعايا تلت كوباية من السكر هضربها كويس او لحد اما الكريمة متتماسك معايا والقوام بتاعها يكون تقيل اللي عايز استبدال الكريمة الفرش دي بالكريمة البودرة بيستبدالها هنا الكنافة بتاعتي بعد اما طلعتها محضرها ربع كوباية من الشرباط الشرباط يعني تقدر انك انت اي شرباط موجودة عندك بتستخدميه الشرباط كوباية سكر وكوباية مية يعني تقدر تحطيهم على النار حوالي عشر دقايق وبيكون جهز معك طبعا انا كده اتأكدت ان الكنافة شربت كلها الشرباط اللي معايا وما تكتريش الشرباط علشان ما يبقاش السكر معاك عالي هنا بدأت باول طبقة وكلما كان الكاس معاك شفاف بالشكل ده كلما ظهر جمال الكنافة معاك يعني الطبقات بقى طبقة وطبقة وطبقة كده تبقى جميلة جدا اللي حابت بيحطها في بولة كبيرة بتاع التقديم براحته خالص التقديم ده بيرجع لك انت انا معاي حباية واحدة كبيرة قوي من المانجا يعني مقطعها مكعبات دي طبعا كده هتكفي الخمس كاسات يعني حباية مانجا واحدة بس كفت الخمس كاسات معايا هبدأ هنا بقى في الكنافة تاني يعني احنا حطينا كنافة وكريمة ومنجا وبعدين كنافة وهنحط كريمة وبعدين منجا وخدي بالك علشان خاطر تبقى الطبقات كلها معاكي ما تسوي طعمها جميل جدا يعني بجد لو جربتها يعني هتعشقها انا دي طلبت مني يعني ومش قواني المانجا عارفة بس هي والله كانت واحدة طلبوها مني فحبيت ان انا انزلها هنا بوزع الكريمة بشكل كويس يعني من غير ما بهدل الكاس طبعا الكاس لو لو تبهدل منك منديل ورقة وتقدر اني جنتي مسحي ده شكلها هنا بقى على الوش احط بس حوالي معلقة مش اكتر يعني كده بشكل عشوائي يعني انا اخدت المانجا المكعبات السليمة الكويس اوي للوش من فوق انما اللي في النص دي خليتها عادية يعني تمام كده خلصنا كده هنا بقى معايا جل تلميع وعليه لون اصفر وهبدأ ان انا ألمع المانجا علشان تديني اللمعة بتاعتها دي طبعا اللي حابب يقلل الكمية او يكترها دي يعني بتقسيم الكمية على اتنين او بتضربيها في اتنين تلاتة برحتك بقى ده شكل الكنافة معايا يعني حاجة جميلة بجد وتفتح النفس مفيش بعد كده وتعمها خطير 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 يعني بجد حاجة من الاخر دمار دي طريقة النهاردة في التقديم يا رب تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي مونة النحال